من جانب آخر أكد المفاوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة زادت بـ 24300 وحدة حتى نهاية أكتوبر الماضي في توسع قياسي وأشار أن هذا التوسع في الاستيطان يعني نقل سكان المستوطنات وهو ما يعد جريمة حرب كما لفت إلى بلوغ عنف المستوطنين وانتهاكاتهم مستويات جديدة صادمة منذ 7 أكتوبر وأن هذه التهديدات تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية بحسب المفاوض الأممي